خلال اجتماع عمل رئيسه سموه صباح اليوم تابع خلاله مراحل العمل في مشروع سعادة فقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بعد اطلاع سموه على التصاميم الفنية والهندسية إلى طرح المرحلة الأولى من المشروع في مناقصة عامة بحد أقصى في نهاية الربع الأول من عام 2017 وأن لا يتعدى تنفيذ هذه المرحلة 18 شهرا من تاريخ البدء فيها فيما وجه سموه بأن تطرح المرحلة الثانية والأخيرة من المشروع في مناقصة عامة مع نهاية الربع الثاني من عام 2017 وأن لا يتجاوز تنفيذ هذه المرحلة أكثر من 18 شهرا وخلال الاجتماع وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لجنة الوزارية للأعمار والبنية التحتية إلى الشروع فورا في وضع برنامج زمني للانتهاء من التصاميم والرسومات الهندسية الخاصة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن الملكيات التي يحتاجها بحيث لا يتجاوز ذلك مارس 2017 كما وجه سموه ذات اللجنة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتوفير التدفقات النقدية لضمان الانتهاء من كل مرحلة وفق ما هو مخطط لها في الجدول الزمني المعد لمشروع سعادة والذي يربط سوق المحرق القديم بواجهة بحرية عصرية معززة بالخدمات والمرافق الترفيهية والسياحية والتجارية ويشتمل على موقف متعدد طوابق للسيارات وفندق وسوق شعبي على طراز السوق القديم ويقام على موقع مبنى بريد المحرق الحالي ويرتبط بدسر للمشاتب ساحل بحرية ومرفئن القوارب وممشى ومنطقة مخصصة للمطاعم والمقاهي وضمن هذا السياق فقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في هذا الوقت المحدد لها حتى تحقق الأهداف التي نفذت لأجلها مشددا سموه على اهتمام الحكومة وحرصها على أن يحصل المواطن على كافة الخدمات التي تهيئ لها أو تهيئ لها الحياة الكريمة وتنفيذ المشاريع التي توفر له مقومات الترفيه والسياحة داخل الوطن كما أشار سموه إلى أنه مهما عملت الحكومة من مشروعات كبرى تنمي الوطن وتحقق تطلعات المواطن فهو لا يزال أقل من طموحها فالطموح الحكومي لا يعترف بأي تعراقيلة تقف حائلا أمام رغبتها في تحقيق طموحات المواطنين ورغباتهم ترجمة نانسي قنقر